تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 429 قضية مونية بمضبطات بلغت قرابة 50 طن ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 28 طن كما تم ضبط أكثر من 21 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقيد بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 618 قضية من بينها 163 قضية خبز نقص الوزن و116 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط 14 قضية بمضبطات بلغت قرابة 53 طن أقمح محلية